الآن نرحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي أهم بك معنا من جديد سيد محسن يعني في الإحاطة الأممية توقفت عند بعض المفردات هو قال مثلاً نئب الأمين العام قال تبعنا في السعادة الأخيرة في الدفة الغربية التعقيدات استخدم كلمة التعقيدات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين وهنا كذلك السؤال ألا يقر العالم بأن إسرائيل هي دولة احتلال يعني هذا واضح في العديد من القرارات يعني أن الاحتلال موجود بشق المادي والقانوني في أراضي المحتلة عام سبعة وستين فيما يشمل القدس الشرقية يعني سلسلة من القوانين الدولية والقرارات الدولية التي تتحدث حتى أن اتفاق أوسلو نص على التي وقعت عليه إسرائيل بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة حتى أن القرار الاستشاري الذي قررته بمحكمة اللاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري الذي أقر بعدم شرعيته أكد بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة وبالتالي ضرورة إزالة الجدار وتعويض المتضررين والاستيطان أعتبر غير شرعي لأنه في الأراضي المحتلة عام سبعة وستين دولة فلسطين التي اعترفت بها حوالي مئة وتسعة وثلاثين دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو مراقب وفق القرار 1967 أكد بأن أراضي الدولة الفلسطينية التي هي أصبحت مراقب في الأمم المتحدة عام 2012 هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أراضي عام 1967 وبالتالي الكل يقر وفق القانون الدولة بأنها أراضي محتلة ولكن مؤخرا مع الأسف الشديد قوة الغطرسة الإسرائيلية المغطاة والمغلفة بالإعلام والدبلوماسية الأمريكية بدأت أن تخلط المفاهيق فمثلا يقول عن حرب الواقع هو عدوان عسكري إسرائيلي صحيح يتحدث عن أن المقاومة إرهاب وهي حق مشروع وفق المادة 51 من مثاق الأمم المتحدة الشعوب التي تخطى للإحتلال تمارس حقها الطبيعي بالدفاع عن نفسها من أجل حق تقرير المصيح في مقاومة الإحتلال يعني لا يوجد للإحتلال حق في الدفاع عن النفس الإعلام الغربي بصورة عامة وخاصة الأمريكي غطى العدوان العسكري الإسرائيلي بحجة الدفاع عن النفس يعني هناك خلق في المفاهيم العدوان الجديد على جنين ومخيم نور شامس في طول كرم ونابلس والاقتحامات يتحدث عن تعقيدات وليس هجوم من قبل قوة احتلال على أفراد أو على مجموعات أو على أراضي باتجاه الاستيطان ومصادرتها أو هدم المنازل من قوة احتلال غاشم بحق شعب محتل وفق القانون الدولي يعني هناك محاولة لخلط الأوراق وتغييب المفاهيم المؤصلة وفق القانون الدولي وهذا هو السبب في الحديث عن العدوان في الضفة الغربية والاقتحامات والاعتقالات والاعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والهجمات بأنها تعقيدات هي ليست تعقيدات هي عملية عدوان منهجي إسرائيلي منظم من قبل قوة احتلال غاشمة بحق شعب يناضل من أجل الحرية طيب وإذا ما كان مجلس الأمن يقر بدولة احتلال أو سلطة احتلال بنص المفردات أو أراضي احتلت في بعض القرارات طيب ألا يقر بجهة تقاوم هذا الاحتلال إذا ما كان هناك احتلال ويعترف بمجلس الأمن من يقاوم هذا الاحتلال بعبارات ورؤية مجلس الأمن طبعا هذا مشروع وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفق حركة الشعوب الشعوب التي أنشأت حركات التحرر الوطني في مواجهة الإسجاب مارست كل أشكال النضال المشروعة من أجل قرض الإسجاب وهذا يندرج في إطار حق تقرير المصير للشعوب ويندرج في إطار كل القوانين التي تؤكد بأن الشعب الذي يخض على الاحتلال لديه حق وواجب وليس فقط حق حق وواجب على الشعب المحتل أن يمارس كافة أشكال النضال المشروعة من أجل التخلص من الاحتلال الآن تأتي حركات التحرر تدرس الشكل الأنسب هذا المقاومة السلمية المقاومة الشعبية المقاومة المسلحة ولكن جميعها أشكال يشرعها القانون الدولي في مواجهة جيش الاحتلال في مواجهة مستوطنين غاصبين يحتلوا أراضي قر القانون الدولي بأنها محتلة وهي أراضي عام 67 التي احتلتها دولة الاحتلال عام 67 وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة تغييب المفاهيم خلط الأوراق خلخلة في المفاهيم الدولية لإعطاء مشروعية لقوة الاستعمار ودولة الاحتلال للاستمرار في عدوانها بحق الشعب الفلسطين طيب فيما يتعلق بضبط المفاهيم يا سيد محسن وحتى نكون يعني نعرض للأمر من كل جوانبه تتابع بالتأكيد ما يقال على استحياء يجب أن نؤكد يعني من أن هناك فداحة في الأرقام في غزة هناك مساحة حقيقية هناك أكثر من 20 ألف شهيد هناك الإصابات تقترب من 60 ألف الأرقام مفزعة في حقيقة الأمر وهناك من بدأ يتحدث حتى ولو بلسان ديني بالمناسبة عن فكرة المشروعية ما حدث ما الذي أوصلنا إلى ذلك هناك من يقول ربما كان هناك تصرع في السابع من أكتوبر وأنا أسألك حقيقة ما هو المطلوب من المقاومة في أي مكان يعني عادة ما هو حتى لو في المريخ يعني ما هو المطلوب من المقاومة وهناك من يقاوم جيش إسرائيل بالمركافة والF-16 والقنابي في السورية ما هو المطلوب منه؟ يعني أولا يجب أن نؤصل المفاهيم يعني أولا حق الشعوب التي تخطى للإحتلال حق لا نقاش فيه بممارسة كافة أشكال النضال المشروعة من أجل التخلص من الإحتلال والمطالبة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير هذا متفق عليك طيب يعني وفق القانون الدولي وفق الأعراف الدولية وفق تجارب حركات التحرر الوطني بالعالم من جنوب إفريقيا إلى الهند رغم أن المقاومة كانت سلمية صحية إلى فيتنام والجزائر التي كانت مقاومة مسلحة صحية هذا مؤصل طيب الآن يجب أن نبحث أو نسحب هذا المفهوم وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة وبشفافية على الحالة الوطنية الفلسطينية هذا يعني ينسحب باتجاه أن الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه وحركة تحرر الوطني من حقها ومن واجبها أن تمارس شكل النضال المناسب من أجل طرد الإستعمار الآن نتيجة غياب حالة الوحدة الوطنية وحالة الانقسام اختلف الفلسطينيين حول الشكل الأنسب رغم أنهم اتفقوا في حوارات القاهرة المتعددة على المقاومة الشعبية والسلمية والديبلوماسية والقانونية ولكن هذا الاختلال دفع بعض الفصائل لا الاعتقاد بأن النضال المسلح هو الأفضل لمواجهة الاحتلال وأن يكون بداية لعملية التحرر الوطني أنا أعتقد بأننا يجب أن نستخلص العبر والدروس والنتائج ونراجع وعملية المراجعة مشروعة في إطار هدف التحرر وليس من أجل النقوس عنه وليس من أجل التكيف مع مخططات تريد أن تبعدنا عن أهدف التحرر الوطني هذه المراجعة تتطلب أولا هل يستطيع فصيل وحده أن يقرر مصار النضال الوطني الفلسطيني بمعنى سلما أو حربا هل نحن بحاجة لإرادة وطنية فلسطينية جمعية ما هي طبيعة الصراع هل نغلب المقاومة الشعبية والسلمية على المقاومات الأخرى المشروعة والتي ممكن استخدامها في حالات معينة كالمقاطعة مثلا كالمقاطعة التي انتشرت يعني أنا الآن في القاهرة فخور بالشعب المصري وبالشعوب العربي لا في أكثر من ننطقة يعني حتى الناس يقولوا لك هذا القهوة مقاطعة هذا المنتج البديل هذا المنتج البديل الوطني المصري العربي في أوروبا بالمناسبة في أوروبا يعني هناك حالة من الانتشار الواسع وهي الوسيلة التي ساهمت في تجفيف المنابع المالية لنظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا وأدى إلى إسقاطه يعني فكرة المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية فكرة الهند على سبيل المثال وغاندي بمقاطعة البضائع البريطانية وهذه أشكال جميعا فكرة الانتفاضة الشعبية الكبرى في السبعة وكمنية للتلاتة وتسعين كانت ذات طابع شعبي وسلمي وبالحجر وبالشعار وبالعلم يعني استطعنا أن نستقطب قوة تضامن الشعب الدولي ونعزل دولة احتلال كدولة لا أخلاقية تخرق القانون الدولي وتمارس الاعتداءات المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطينية باتجاه حقه في تقرير المصير والسيادة الوطنية وبالتالي يعني هذا بحاجة لعقل جمعي فلسطيني أنا أعتقد بأننا بحاجة الآن وبسرعة تستصرخنا دماء الشهداء للوحدة للمراجعة التقييمية السريعة من أجل التقدم وليس من أجل النقوس أو التكيف مع مشاريع ومخططات أو لوم أحد نحن لسنا في مرحلة لوم في مرحلة مراجعة تقييمية جدية في سياق النضال الوطني طيب مجتمعيا يا سيد محسن كذلك مرة أخرى ودون أي مبالغات وبقليل من الرصد الصحفي المجرد قدم سكان غزة ما لم يقدمه أحد من قبل في معنى الصمود الوطني طبعا حتى نتفق دون مبالغات يعني وربما حتى إسرائيل تشهد بذلك بالمناسبة يعني يعني يستعجبون يعني لماذا لم يغادرون طيب إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعه صحيح يعني لا أستطيع دائما أن أجبر لحما ودما أن يقف أمام دبابة لا أستطيع وإسرائيل ربما تراهن على ذلك ونسمع الآن بحشود في شرق خان يونس ولواء سابع ينضم إلى قوات هندسية ومضرعات ما التي تخطط له إسرائيل لخان يونس برأيك؟ يعني ليس فقط لخان يونس يعني إذا شاهدت مصار العملية العسكرية أو العدوان العسكري البربري على قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال هو طالب في البداية سكان غزة والشمال لا الذهاب لمنطقة جنوب الوادي وخاصة خان يونس في منطقة المواصي على الاعتبار أنها بين مزدوجين منطقة آمنة ولكنه قام بقصفها والعديد من العائلات التي انتقلت من غزة والشمال وذهبت للمنطقة الوسطى وأنا عشت الحرب بكوفة تفاصيلها بالمناسبة يعني وعشت هذه التفاصيل وقبل أن تصل إلى البيت الآمن بين قوسين قصفت الآن هذا مخطط برأيي يحمل بعدين بعد الإبادة الجماعية استكمالا لعقلية النكبة لعقلية التهجير لعقلية ديريا سين لعقلية الأرغون والاشتير والهاجنا التي تمأسست في حزب الصهيونية الدينية وعظمة العظمة اليهودية واليمين الفاشي الذي يحكم دولة الاحتلال في هذه اللحظات وفي هذه المرحلة الذي من خلال هذه الإبادة الجماعية يريد أن يرضو عقيدة الانتقام الإسرائيلية نتيجة الجرح الخطير الذي اندملوا به في السابع من أكتوبر وقارنوه بالهولوكوست وقارنوه بالاعتداءات التاريخية بحق اليهود زوراً وبهتاناً لأننا لم نكن سبباً في الهولوكوست نحن ضحايا نحن ضحايا الذين يدعون أنهم ضحايا وهم يستخدمون هذه اللغة لتبرير تصفية الوجود الميداني والمادي للشعب الفلسطيني الهدف أنا برأيي هي عملية الترويع الصدمة الهدف هي عملية كي الوعي والهدف دفع الفلسطينيين من خلال عملية الإبادة الجماعية أولاً إرضاء الشارع الإسرائيلي عضباً على عقيدة الدم وعقيدة الانتقام وعقيدة الثقر لليهود وعقلية التفوق العرقي وبالمقابل أتدفع باتجاه النزوح القصري والإخلاء القصري والتطهير العرقي طيب فعلاً أنا أسألك من باب البحث عن حقيقة فعلاً سيد محسن يعني لا أعرف إنما سمعنا كثيراً على الهولوكوست الحرب العالمية الأولى لغاية الـ 18 2014-18 رأينا لها فيديوهات سينيما بمناسبة لم نرى مشهداً أنا أسألك هل رأيت مشهداً للهولوكوست؟ رأينا مشاهد لديلياسين صور وربما يظهر في أحدها من أحيب بيجن من مناسبة يعني إنما هل رأيت سوراً للهولوكوست؟ يعني بغض النظر نحن لا نشكك في الهولوكوست وهنحن ضد عمليات الإبادة الجماعية طيب لم أرى يعني ولكن الموضوع ليس التشكيق نحن لا نشكك أيًا من أفراد الشعب الفلسطيني لا يشكك بأن اليهود تعرضوا طهدوا في أوروبا وتعرضوا لمجهر ولكن هذا لا يبرر أن يقوم المجتمع الإسرائيلي الذي تمأسس في دولة إسرائيل الآن بممارسة عمليات التطهير العرقي الذي تعرضوا لها هم في أوروبا أوروبا قامت في معادلة التخلص من اليهود لقامت مشروع استعماري في فلسطين لقسم الوطن العربي قسمين بين الشرق والغرب وليكن أداة متقدمة لتنفيذ مخططات العدوانية ضد الشعوب العربية ابتداء من فلسطين هذا هو المخطط الذي نحن أصبحنا ضحايا للنظام الاستعماري العالمي من خلال أداة يستخدموها بحجة الهولوكوس وبحجة معادات السامية التي أصبح مجرد انتقاد إسرائيل تصبح معادلة السامية ونحن بالمناسبة تاريخيا وأصلا وعرقا سميين وبالتالي نعادي أنفسنا هذه المسألة أصبحت مغلفة بمصطلحات سياسية حتى يتم تحصين إسرائيل وسياساتها العدوانية من أي انتقاد طيب الآن معيار النص لدى إسرائيل سيد محسن هو القضاء على قادة حماس القضاء على الأنفاق وترتيبات أمنية لما بعد حماس طيب معيار كذلك النص المقاومة أي مقاومة هو التصدي للاحتلال أي مكان قد التصدي ولو حتى بمظاهرة أو بلافتة بالمناسبة هو التصدي وعدم الترحيب بالمحتل صحيح؟ صحيح نعم ما هو معيار السمود يعني إلى متى سيستطيع المجتمع الداخل غزة أن يصبط يعني هذا السؤال مهم لذلك دعونا كنشطاء مجتمعيين ومثقفين منذ اللحظات الأولى لتشكيل لجان شعبية ولجان أحياء ولجان لتعزيز الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية لأن هناك الآن بعد تمانين يوما من العدوان هناك نقص في الأغذية وهناك نقص في الأدوية وهناك نقص في المياه وهناك تكدس في مدارس الإيواء وهناك نقص في الأغطية في فصل الشتاء وهذا يتطلب إدارة مجتمعية موحدة لأننا نتعرض لعدوان وجودي لمحاولة استئصال لمحاولة اقتلاع من الجزور وطرد يعني ما يمكن طرده عن طريق الهجرة الطوعية أو القسرية من أراضي فلسطين بالتأكيد هي ليست خرب ضد حماس فقط رغم أنها كذلك ولكنها إلى جانب ذلك تستهدف الوجود المادي للشعب الفلسطيني لتصفيت قضيته المشروعة والحديث محاولة تظهير الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية ومحاولة تصوير بأن الشعب الفلسطيني لا يستحق الحياة ولا يستحق العيش ولا يستحق الدولة ويرفض مجرد النقاش عن حل الدولتين ويرفض حتى النقاش على اليوم التالي ما بعد الحرب هذه كلها بهدف إعطاء الذخيرة لدولة الاحتلال واليمين الفاشي لاستكمال مشروعه الاستيطاني والتوسعي والتمييزي والعنصري والتطهيري بحق الشعب الفلسطيني الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك